نكلم عن أهم الملفات الحياة اللي الدولة المصرية بتوليها اهتمام كبير هي المنظومة الصحية ومؤخرا فيه اهتمام كبير جدا بهذه المنظومة خاصة مع تطبيق التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات بالتوازي طبعا مع ده فيه تطور كبير جدا بيحصل فيه منظومة إدارة الدواء اللي بتتابع عملية صرف الأدوية لمنتفعين منظومة التأمين الصحي الشامل عشان كده احنا معانا النهار ده دكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء صباح الخير رحضيك دكتور نورنا صباح الفل زي حدك اهلا بيك وحنا نتكلم في إدارة المنظومة الصحية وزينا هنقدر نرفع من كفاءة هذه المنظومة ايه اللي حصل خلال السنين اللي فاتت عشان نقدر نوصل لده وشكرا جدا حاجة صباح الفل طبعا والهيئة العامة للرعاية الصحية هي في القانون هي عادة الدولة المصرية لتنظيم وتقديم الخدمة والرعاية الصحية جزء طبعا ركيزة أساسية من الخدمة دي هي الدواء والرعاية الصيدلية نظام أو إدارة الدواء لأن الدواء حاجة معقدة جدا إدارة الدواء بتبدأ من اختيار الدواء أصلا لوجوده في دستور الأدوية في الدولة أو في المنشآت الصحية وبعد كده الدستور الدواء ده بيحتوي على قائمة الأدوية للعين بتوعنا محتاجينها زائد كل الخطط العلاجية المبنية على أدلة علمية وبعد كده يبتدي بقى إيه نبتدي نطلبها مثلا عن طريق إهاية شرر محض وبعد كده نبتدي ننقلها ونخزنها تخزين جيد يبتدي بقى سلسلة إمداد الدواء التخزين الجيد لها ونقلها لأن طبعا العربات اللي بتنقل الدواء لها مواصفات معينة وبعد كده ندخل بقى أنها تبتدي تتصرف للصيدات الصرف هنا بيبتدي يدخل الطبيب بيكتب الرشدة أو الأوامر الطبيب أو لو هو في مساشفة الطبيب مع الصيدالي مع الموردة بيمروا عشان يحطوا مع بعض الخطة العلاجية للموريد يبتدي الصيدالي يراجع أوامر الطبيب ويشوف دواء الاستعمال الجرعة تكرار الدواء إزاي الدواء بيتم إعطاؤه على مدى قد إيه أو الشكل الصيدالي وبعد كده يبتدي يصرف الدواء بتاعه بالطريقة الصحة لو دواء مثلا علاج وريدي يبتدي يحضره في أماكن مخصصة مركزية عشان يطلع الدواء معاقب وآمن للمريد ولو هو علاج بالفم بنعمله بحاجة اسمه ليونة دوز أو علاج الصرف بالوحدة عشان يبقى علاج آمن للمريد وفي كل التعليمات لسخدام المريد بعد كده بنصقف المريد بنقوله على المرض بتاعه بنقوله على العلاج بتاعه ياخده إزاي بنضرب الممرضة إزاي تدي العلاج وبعد كده خلاصت بالمريد فصلنا عليه الدواء بقى فيه ملأمة دوائية كبيرة جدا نبتدي بقى نبص على إيه طيب العيان خاد الدواء بنعمله تسقيف عشان يبقى عنده ادهيرنس أو نزود عنده مدى قدرته والتزامه بالتعليمات ونبتدي نتابعه بعد كده ودي حاجة مهمة جدا احنا بنركز عليها كمان الفترة الجاية بنتابع إيه بنقيم الفاعلية بتاعته بنقيم فاعلية الدواء في المريد فيه بعض الأدوية نقدر نقصها في مستوى الدم بتاع المريد ونقدر نشوف من خلالها وصل المستوى اللي يجيب فاعلية ولا لا أو المستوى يبقى أقل من اللي يجيب سمية ولا لا وهدف المنظومة دي كلها بعد كده اللي احنا نبتدي نحط كل الحاجات دي في مكتبة قومية بنسمى المكتبة قومية للأمراض ونوثقها وده كله هدف ايه هدف والي احنا نوصل لأعلى فاعلية علاجية بأقل عراج جانبية بالسعر المناسب مع الحفاظ على جودة حياة المريد وحاجتين مهمين بقى كده فيه سدامة مالية للموضوع ده وكمان الحفاظ على البيئة لان ده بقى تأصبح عنصر أساسي برضو كمان في دخول مستشفياتنا وصيدلياتنا إطار الصيدلية الخضراء أو الجرين فارماسي أو الجرين هوس ده يعني ملخص إدارة الدواء وأهميته اللي احنا بنبتدي بخطة علاجية مؤسقة يعني استخدام أمسا للدواء الدواء هيطلع في دوعي استعمال بس الدواء ده حاجة خطيرة جدا طبعا حتى الحاجة الصغيرة طبعا إحنا ساعات نبص للدواء لكن الدواء حاجة خطيرة جدا استخدامه لازم يبقى في دوعي استعماله ولازم نرأبه في الأرض بيعمل إيه ونقيم الدواء عن طريق الفعالية بتاعته والمأمونية بتاعته طيب دكتور في النقطة دي تحديدا يمكن في بعض الدول السيدالي هو المسؤول عن وصف الدواء الدكتور مهنته أنه يشخص الحالة المرضية مع وجود تحاليل كمان وتاريخ المرضي طبعا للمريض وبالتالي وعليه الدكتور السيدالي هو المسموح له أنه يكتب الأدوية ويصرف الأدوية زي ما حضرتك قلت بالجرعات المحددة حسب مدة العلاج وما إلى ذلك إحنا هنا في مصر إحنا بالنسبة لنا إيه اللي بيحصل يعني فكرة كمان أنه يكون يعني فيه أحيانا مريض ممكن يكون على سبيل المثال بيأخذ فيتامين بالمناسبة معين مش شرط يكون دواء فيتامين معين يغير من فعالية الدواء ده في جسمه يكون عنده أي من كان السبب المتعلق بجسمه أو بالكيميا بتاعت جسمه أو حتى تقبل جسمه للأكتف كونستيتيفونت أو للمادة الفعالة اللي موجودة في الدواء كل ده بيقيم إزاي وبيتم تقييمه إزاي وعلى حتى مدار حياة المريض يعني ممكن النهاردة شخص داخل بمرض معين بعد كام سنة داخل بمرض آخر بتفضل الحاجات دي موجودة في الجسم برضو طبعاً هو الميزة عندنا فاية الرأي الصحية لأنها هدوتي عندنا تقريباً من خمسة لستة مليون منتفع إحنا عندنا نظام تحاول رقمي مراقماً تماماً عندنا ملف موحد للمريض فالصيدالي لما يجي يصرف الدواء بيعمل يعني هدوتي قلت كلمة سحرية التاريخ المرضي التاريخ المرضي وتاريخ الأدوية فإحنا عندنا حاجة اسمها الملعمة الدوائية وعندنا حاجة اسمها مراجعة الأدوية يعني لما يجي عيان مثلاً ودي ميزة الصيدالي بقى الدكتور بيقى متخص مثلاً في القلب في الصدر كل العينين دول بيقولنا بقى الصيدالية بعد كده إحنا بنعمل إيه إحنا بنشوف العين ده كمان ممكن يبقى علاج مزمن ودي من البردو الخدمات اللي بنقدمها في الوحدات الصحية والمراكز طب القصة إحنا عندنا يعني المرضى أغلبهم علاج مزمن فده لازم أنا أبقى أعرف كويس التاريخ المرضي أبقى أعرف كويس جداً إيه الأدوية التانية اللي بياخدها لأن في تفاعلات بين الأدوية وبعضها ممكن توقف بعض في تفاعلات بين الأدوية وبعض المأكلات أو المشروبات منها الرمان ومنها العليسوس ومنها حكيت جداً بنسخدمها يومياً وتفاعلات أخرى مع المرض وغير كده كمان هو ممكن يبقى دواء قلب لكن المريض ده عنده مشاكل في الكلي ما يقدرش ياخد دواء القلب ده بالجرعة دي هيأثر علي لأن المشكلة كلها اللي إحنا بنشتغل عشان نوصل الدواء للمريض بتركيز يقدر يوصل للفاعلية وزي ما حريك قلت أهم بقى حاجة قلتها المدة العلاجية يعني من الحاجات في الاستخدام الأمثل للأدوية إحنا مثلاً بنركز طبعاً لدي حاجة عالمية بنركز على استخدام المضاد الحيوي فإحنا بنقيس كمان مدة استخدام المضاد الحيوي دواعي استعماله الميكروب اللي بيأثر عليه إحنا الحمد لله كمان قدرنا مصر وقعت آخر السنة اللي فاتت على اتفاقية في مسقط في عمان لها علاقة مع منظمة الصحة العالمية لها علاقة بتصنيف الأدوية المضاد الحيوي بالذات إلى أدوية خط أول وأدوية خط تاني وأدوية خط تالي وإحنا مصر التزمت اللي إحنا لازم أدوية الخط الأول استخدامها لغاية 60 أو 70% والحمد لله إحنا من أول السنة لغاية دلوقتي إحنا عندنا دي بيسموها الـ Aware Index ودي مؤشر الاستخدام الأمثل لمضاد الحيوي إحنا عندنا الحمد لله بنحصره عندنا إحنا كل حاجة عندنا مراقمنا ومايكنا فعندنا الحمد لله في كل وحداتنا وكل منشاقتنا قدرنا نوصل لاستخدام الأمثل لمضاد الحيوي عن طريق برنامج استخدام الأمثل لمضاد الحيوي والأرقام التي تطلع منها منها مدة كمان العلاج بس فكرة الاستخدام الأمثل دي دكتور عزوني المقاطعة حتى لقاين عندنا المضادات الحيوية أو تي سي أو أوبر دي كاونتر أو اللي بتتباع في الصيدليات من غير روشتة أصلا وأي حد يقدر يقش يجيب المضادات الحيوية دي ولكن على العكس في دول كتير جدا ما ينفعش لازم يكون المضاد الحيوي مكتوب في روشتة هو المضاد الحيوي في مصر بالقانون بتاعنا مش أو تي سي يعني ما ينفعش طب ليه موجود أو تي سي هو موجود أو تي سي لأسباب أخرى لكنه مثلا احنا طبعا ده احنا بنسق مع هيئة الدواء المصرية وقعدنا يعني لجان كتير جدا قعدنا ما بعده احنا بنخطر فمثلا في محافظات التأمين الصحي الشامل ما فيش عيام بياخد مضاد الحيوي إلا برشتة احنا طبعا بنسع إلى تدريجيا اللي احنا نعمل كده في الصيدليات الخارجية وكمان في محافظات أخرى غير محافظات التأمين لكن لازم نوفر للمريد بقى المكان اللي هيروح وياخد فيه الرشتة دي وعشان كده محافظات التأمين الصحي الشامل الميزة اللي فيها ان انت الوحافظات الصحية اللي موجودة في كل الأماكن المتاحة للمرضى ممكن العين يدخل ويتكشف عليه ويتكتب له الرشتة فعلا والصيدلي بيصرف له الدواء الصح حتى ممكن ساعات الصيدلي بيبص على تاريخ المريض وحالته وممكن يقول للطبيب يرشح له دواء أحسن منظومة التأمين الصحي الشامل طبعا وإحنا شغالين يعني في الإطار ده لأن دي حاجة مهمة جدا لأن الدواء بتاعنا مش بس يمثل استخدامه الخطأ خطورة على الإنسان لكن استخدام الخطأ لمداد الحاوي زي ما حالك بتقولي بيأثر كمان على أن الميكروبات اللي موجودة بتتعود على الدواء فبعد كده لما بتيت استخدم الأدوية دي لأنا بتيت استخدم بقى أدوية تانية عشان كده إحنا يعني بنقول مع حضرتك لكن إحنا لما نقول للمريض وطبع إحنا شغالين على توعية المواطنين في الجزء ده لأن المواطنين عايز يدخل يطلع بدواء ويطلع بدواء وريد كمان فإحنا بنقوله لأ إحنا بنقوله إحنا هنديك الدواء لو احتاجته وهنديك الدواء الأول بالفم لأن الدواء اللي يستخدم الأول بالفم مش تدخل على طول على الوريد أو بالحقن لأن ده دواء خطير على فكرة ولوه مضعفات كتير جدا فإحنا طبعا بنعمل مع المبادرة والتوعيات بتاعتنا وفي الوحادات الصحية والشفاءات في تسقيف المرضى بنعمل توعية كبيرة جدا ولسه كنا يعني من يومين مع هاية ده وهاية شرر موحد بنتفق إزاي مع بعض نعمل توعية للمواطنين لأن نخلي بالك حتى في أوروبا وأمريكا الدراسات بتقول إن ساعات الأطباء بيكتبوا أدوية مش تبع الخطط العلاجية للضغط من الضغط الشعبي أو ضغط فإحنا بنحاول دلوقتي نسقف المواطن أو حتى شركات الأدوية بقى أه طبعا إحنا عندنا كمان ده جزء مهم جدا نحلناه إن إحنا عندنا اتخاذ القرار في الدواء مؤسسي طبعا في حاجة اسمها اللجنة العلية للأدوية هي اللي بتتبع عليها بترائب وكل استخدام الأدوية وسيطة استخدام هذه الأدوية فما فيش دواء بيتضاف أو دواء بيتشال أو دواء جرعته كذا أو جايد لايز منخل لجنة العلية للأدوية ثم مجلس استشاري مجلس استشاري ده فيه جميع التخصصات الطبية بحيث نطلع الأدلة العلمية في حرق دلوقتي اللي احنا بنعمله اللي احنا بنبني الأدلة العلمية دي وبنحدسها وبتروح بحيث حرق لو دخلت بورسعي فيه تشخيص معين بالزبط هتلاقي نفس التوحيد والخطة العلاجية نفس الأدوية نفس الجرعة بعد دويريش المعين هنقولك لا لازم نحول لحتة تانية فهي منظومة كبيرة بنبتديها والاستدامة بتاعتها بالمؤسسية بتاعتها نعملها دلوقتي انها يبقى فيه خطط علاجية موجودة فيه سياسات واضحة والسياسات دي مش سياسات ورق لا مترجمة السياسة دي فيها لها ألية تنفيذ ولها ألية متابعة واحنا بنتابع مؤشرة أداء لاستخدام الأدوية وتطبيق سياسات الدواء دي شهريا شهريا طبعا طيب وهنا نتكلم عن تقييم منظومة الدواء والمنظومة الصيدلية تحديدا في المنظومة الصحية أهم عامل من وجهة نظري هو العامل البشري أي الصيدلية وعذرني أنا بالمناسبة خارجة صيدلية بس فالمجتمع عنده وجهة نظر كده أو رؤية للصيدلية أنه بيبيع أدوية ملوش تدخل أصلا في السياسة أو الجايدلاين الدوائي لعلاجه عايز أعرف من حضرتك لو هتقول رسالة للناس تقول لهم بالزبط دور الصيدلية لأنه بمناسبة صيدلية فيها تخصصات فيه صيدالي مقيم في المستشفى لقم مباشرة بوصف الأدوية يعني فيه تخصصات كتير فلو حضرتك بس توضح لنا دور الصيدالي الحقيقي مش المتعرف عليه أو المعتقد السائد يعني إحنا تقريبا من 25 سنة ابتدينا تغيير فلسفة ممارسة صيدالة من هي بتركز بس على المنتج لأنها في محور اهتمامها المريض زي ما حرق قلتي الصيدالي هو خبير الدو خبير الدو ومسؤول عن أنه هو يحط الخطط العلاجية مع الطبيب كان الطبيب ده في عيادة فبيشاركوا معاه في الخطط العلاجية في الرشدة أو بيمر معاه في المستشفى فبيخطوا الخطط العلاجية مع بعض وبعد كده هو يعني الصيدالي فيه ناس بتحب تسميه صيدالي الكلينيكي والصيدالي الكلينيكي ده مش مشترط أنه هو يكون في المستشفى الصيدالي الكلينيكي هو كل من بيستخدم فلسفة معينة وهي أن المريض في بقرة اهتمامه أنه هو خبير الدو وأهم حاجة نواه يهتم بالمخرجات العلاجية أو يعني أنا لما بيجي قبل مكتب الصيدالي قبل ما بيصرف الدواء للمريض بيبقى عارف بيصرفه ليه هيوقفه إمتى وإيه الحاجات اللي هيقسها والعام بياخد الدواء ده عشان يقدر يقيم هذا الدواء الصيدالي عندنا في مصر في منطهى القوة شطار جدا وحديك طبعا عارفة كده وكمان تم إتاحة الفرصة لهم وتفعيل دورهم بقوة مش بس في جزر منعزلة ولكن في إطار منظومة كبيرة زي منظومة التأمين الصحية أو هيئة العمل الرعاية الصحية وأصبح دورهم أساسي وأصبح دورهم مش بس يعني أنه هو يقول الجرعة ولا أنه هو يقول أعراض جانبية أو أنه هو يقول تفاعلات الدواء لكن ده بيصنع له دور أساسي في صنع واتخاذ القرار الطبي من أول دستور الأدوية اللجنة العلية الأدوية دي فيها مكتب الصيدلية اللي بيحدد ملف الدواء مع الأطباء مع التمريد مع الآخرين المشاركين في اتخاذ القرار أهم بقى حاجة احنا بنعملها دلوقتي كمان هو الصيدالي لما يجي يمارس مهنته هو إيه مصار الوظيفة بتاعه فحرارك احنا الحمد لله قدرنا نعمل خلال السنين اللي فاتت والخبرة قدرنا اكتسبناها برضو بالعمل مع أحسن ناس بمارس صيدالة في العالم أن لازم بقى فيه مصار وظيفة للصيدالة من أول ما يتخرج وطبع ده اللي حصل في مصر كمان أن الطلبة يعني السنة الجاية الطلبة اللي يتخرجه من صيدالة مش هتتخرج بجروس صيدالة هتتخرج فارم دي يعني دكتور في صيدالة والدكتور في صيدالة ده معنى أنه هبقى أصبح صيدالي كلينيكي ف ايه الفرق؟ الفرق أنه البداية يزيد في المنهج الدراسة اللي لها علاقة بالمرضى الدراسة اللي لها علاقة بالتأثير العلاجي يعني يعني بقى فيه علاقة بالمرضى أكتر sabia علاقة بالb بالحاجات الإكلينيكية بقى صيدالة متخرج طب هو تخرج الحاجة الميزة المهمة جدا درس خمس سنين هيعود سنة كاملة نسميها نيابة هيعود سنة كاملة التكليف يعني مش تكليف بقى لا ده لسه متخركش لسه مبقى الصيدالي هيقعد سنة كاملة يلف ست أسابيع في ست مرات على أماكن مختلفة على مستشفيات يعني نعتبر دي سنة ستة مثلا أيو دي هي سنة ستة هو السنة ستة دي هيبقى هيتعلم فيها وهيعمله هيتحصله روتيشن وتدوير في أماكن مختلفة في المصانع والمستشفيات ومجالات مختلفة للشغل كل ولها إجراءات محكومة بمانوال ولوجوه يبقى فيه بورتوفوليو للصيدالي طب هو تخرج بفرم دي أو هو بكاليروس عادي فخد فرم دي أو ديبلومة مسل صيدالي كلينيكي دي أول الطريق أصبح بعد كده عمده بعد كده لازم يبقى حاجة اسمها صيدالي مقيم صيدالي مقيم دول نوعين وإحنا إن شاء الله هنبتدي نعمل البرنامج ده أنا بقالي شغال فيه بقالي سبع سنين وقدرت اعتمده في المستشفات زي سبع وخمسين وشغلناه لسبع دفعات وهنقدر نشتغل فيه إن شاء الله أول مستشفى هتبقى شرمشيخ الدولي بتاعتنا هيبقى برنامج صيدالي مقيم ده سنة كاملة الصيدالي بعد ما يتخرج مع رخصة مزاولة المهنة بيقعد سنة كاملة في المستشفى في برنامج تأهيلي قوي جدا وده يعني كمان معتمد من الجامعية الأمريكية لصدت المستشفات ده أكبر جامعة في أمريكا وهي اللي تعتمد صيدالي مقيم عندهم طب خلص السنة العامة دي بيتخصص بقى بيقعد سنة متخصص بيتخصص مثلا في قلب فيه 33 تخصص عن دن فيه صيدالي جوه قدت العمليات فيه صيدالي في المعمل ده مهم جدا فيه صيدالي بيمر مع الدكتور فيه صيدالي بتاع المخزن فيه صيدالي بيهتمل بدستور الأدوية فيه صيدالي بيقعد في العيادة مع الدكتور فيه تخصص كتير جدا هاتي تتخصص فيها في سنة التخصص دي اسمها صيدالي مقيم متخصص بعد كده نحن نشغلين وفيه بورد أمريكي وفيه بورد عربي بياخد البورد ده وبعد خمس سنين من الشغل في التخصص ده يقدر يبقى استشاري في المدى دي فمن أول ما تخرجت كصيدالي لغاية عشر سنين ما تبقى كونسلتانت أو استشاري المصاري الوزيري بتاعك واضح وبنشتغل دلوقتي حتى نحط الانفراستركشور بتاعته ده اللي احنا محتاجين نعمله ده اللي حضراتكم شغالين علي على أي حال طبعا أنا بشكر حضر جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات وبشكرك كمان على تصحيح المفاهيم الموجودة عند البعض والمعتقدات اللي عند البعض الخاصة بالأطباء أو الدكاترة الصيادلة بشكرك جزيلا شكرا دكتور شريف كمان مستشار رئيس الهيئة العامة برعاية الصحية للشؤون الأسدارية وإدارة الدواء نورتانا شكرا جدا لحدك شكرا جدا لحدك